اللي بيميز اللغة الألمانية عن لغات تانية إن هي لغة مضبوطة بالقواعد إلى حد كبير بحيث إننا لما رح نتعلم ونتقن قواعد اللغة الألمانية رح تكون الأمور كتير بسيطة وسهلة إذن مفتاح النجاح في اللغة الألمانية هو التعلم وأتقان قواعد اللغة معكم إلهان من قناة إلهان غافنس بيغ والدرس السابع من دورة تعلم اللغة الألمانية درسنا اليوم في المستوى المبتدئ Grundstufe مستوى A ضمن المستوى الأول في اللغة الألمانية مستوى A1-1 إذن درسنا اليوم الدرس السابع Das Deutsche Alphabet 7 الأبجدية الألمانية 7 سنتعلم في هذا الدرس رح نتعلم بدرس اليوم نطق الحرف V في اللغة في الكلمة نطق الحرف V في الكلمة نطق الحرف X في الكلمة نطق الحرف Y في الكلمة نطق الحرف Z في الكلمة إذن درسنا اليوم في المستوى الأول في اللغة الألمانية مستوى A1-1 Das Deutsche Alphabet 7 الأبجدية الألمانية 7 إذن رح نتعرف على نطق واللفظ آخر خمس حروف في الأبجدية الألمانية ورح نشوف كيف منلفظون ضمن الكلمات منبلش بالحرف V الحرف V الحرف V الحرف V ينطق غالبا V إذن مثل الفا باللغة العربية وأحيانا V إذن مثل الفا المسلسة طبعا الفا المسلسة المنقوطة بثلاث نقاط في الأعلى هي مثل حرف V باللغة الإنجليزية أو عم نكتبه هون هذا الحرف عم نجيبه من لغات تانية من اللغة الفارسية لنقدر نسهل أو نعرف بعملية اللفظ أكتر إذن V إذن مثل حرف V إذن الحرف V الحرف V باللغة الألمانية ينطق غالبا F إذن مثل الفا باللغة العربية وأحيانا V مثل حرف V باللغة الإنجليزية مناخد أمثلة لا تتوضح الفكرة عنها أكتر عنا هون بايشبيل بايشبيل أمثلة المثال الأول V V معناها مزهرية أو زهرية في عنا هون رسم توضيحي إذن نطقنا حرف الفاو V إذن مثل الفا المسلسة أو الفي باللغة الإنجليزية إذن V معناها مزهرية منشوف هون المثال الثاني فاتا فاتا معناها أب إذن منلاحظ إذن نطقنا هون حرف الفاو ف إذن مثل الفا باللغة العربية إذن هو غالبا ينطق ف إذن فاتا فاتا معناها أب وأحيانا ينطق ف إذن مثل الفي باللغة الإنجليزية إذن فاز فاز معناها مزهرية أو زهرية وفيه هون عنا رسوم توضيحية ننتقل للحرف اللي بعده الحرف V الحرف V وليس له حالات خاصة إذن ينطق V إذن مثل الفي باللغة الإنجليزية أو مثل حرف الفا المسلسة إذن V ينطق V إذن الحرف V ينطق V بشكل دائم وما له حالات خاصة منشوف أمثلة عنا هون بايشبيلة بايشبيلة أمثلة المسال الأول فلد فلد معناها غابة إذن منلاحظ اللفظ فلد فلد إذن ينطق أو نطقنا الحرف الفي ف إذن مثل الفي باللغة الإنجليزية إذن فلد فلد غابة منشوف المسال الثاني هون فف فف معناها سلاح إذن أيضا نطقنا حرف الفي ف مثل الفي باللغة الإنجليزية إذن فف فف معناها سلاح مننتقل الحرف التالي من درس اليوم الحرف إكس الحرف إكس الحرف إكس ينطق إكس وليس له حالات خاصة إذن حرف الإكس منلفظه بشكله المنفرد إكس أما ضمن الكلمة فمنلفظه إكس فمنلفظه إكس وما في عنا أي حالات خاصة منشوف أمثلة لا تتوضح الفكرة أكتر عنا هون أمثلة بايشبيلة بايشبيلة أمثلة منشوف المسال الأول كسيلوفون كسيلوفون إذن كسيلوفون هي عبارة عن آلة موسيقية إقاعية إذن في عنا هون رسم توضيحي إذن اسمها باللغة الألمانية كسيلوفون كسيلوفون منلاحظ أني نطقنا حرف الإكس إذن كسيلوفون منشوف المسال الثاني عنا هون تكست تكست معناها نص معناها نص إذن مثل ما موضح عنا بالصورة هذا عبارة عن نص اسمه تكست نطقنا حرف الإكس إذن منلاحظ ضمن الكلمة نطقنا حرف الإكس إذن تكست إكس تكست معناها نص مننتقل الحرف التالي من درس اليوم الحرف إبسيلون الحرف إبسيلون يونطق ي إذن مثل الياء باللغة العربية مثل حرف الياء إذا أتى في أول الكلمة أو في آخر الكلمة إذن الفكرة الأولى بس شفنا حرف الإبسيلون في أول الكلمة أو في آخر الكلمة منلفزه إي اذن مثل حرف الياء باللغة العربية نشوف الفكرة للي بعد أو أو في وسط الكلمة في حال كانت الكلمة دخيلة على اللغة الألمانية إذن ينطق أيضا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حرف الياء إذا أتى في وسط الكلمة وطبعاً هاي الحالة نادرة نوعاً ما إلا لما بتكون الكلمة دخيلة على اللغة الألمانية منشوف هون أمثلة بايشبيلة بايشبيلة أمثلة يوغوت يوغوت معناها لبن إذن منلاحظ أني نطقنا حرف الإبسيلون يي مثل الياء باللغة العربية ليش؟ لأنه أتى في أول الكلمة إذن يي يوغوت يوغوت إذن لبن منشوف المثال الثاني هون باتي باتي معناها حفلة إذن أيضاً نطقنا حرف الإبسيلون يي مثل الياء باللغة العربية ليش؟ لأنه أتى عنا حرف الإبسيلون في آخر الكلمة إذن أتى عنا حرف الإبسيلون في آخر الكلمة باتي باتي معناها حفلة مننتقل لها فكرة جديدة ضمن نفس الحرف إبسيلون الحرف إبسيلون ينطق أو مائلة إلى الكسرة إذا أتى في وسط الكلمة إذن بس شفنا الحرف إبسيلون في وسط الكلمة ينطق أو مائلة إلى الكسرة إذن شوي إلنا إنه إذا أتى في وسط الكلمة فمنلفظه إي مثل الياء باللغة العربية إذا مش شوي هون ذكرنا إنه أو في وسط الكلمة في حال كانت الكلمة دخيلة على اللغة الألمانية ينطق إي مثل الياء باللغة العربية لكن عنا شرط هون إنه تكون الكلمة دخيلة على اللغة الألمانية إذن مي ألمانية الأصل في هالحالة يلفظ إي إذن مثل الياء باللغة العربية أما في حالتنا أما في حالتنا هون فالحرف إبسيلون ينطق أو مائلة إلى الكسرة إذا أتى في وسط الكلمة لكن الكلمة ألمانية الأصل وليست دخيلة إذن وليست دخيلة منشوف أمثلة لتتوضح الفكرة أكتر عنا هون أمثلة بايشبيلة بايشبيلة أمثلة منشوف المثال الأول زورين زورين إذن معناها سورية دولة سورية إذن زورين زورين إذن نطقنا حرف الإبسيلون ليش؟ لأنه أتى في وسط الكلمة أتى في وسط الكلمة والكلمة هي ألمانية إذن بالألماني منقول زورين وليست قادمة من اللغات الثانية إذن سورية باللغة الألمانية اسمها زورين زورين منشوف مثال تاني هون زمبول زمبول معناها رمز إذن زمبول زمبول معناها رمز رمز إذن أو إشارة مثل ما موضح عنا بالصورة هون إذن زمبول زمبول إذن أيضا نطقنا حرف الإبسيلون أو إذن نطقنا أو ما إله إلى الكسرة إذن زمبول زمبول معناها رمز منشوف الحرف اللي بعده الحرف تست الحرف تست الحرف تست ينطق تس وليس له حالات خاصة إذن التاء مع السين وفيه سكون على الحرفين إذن تس تس إذن الحرف تست ينطق تس وليس له حالات خاصة منشوف أمثلة عنا هون أمثلة بايشبيلة المثال الأول تسوق تسوق معناها قطار معناها قطار وفيه هون رسم توضيحي إذن تسوق تسوق معناها قطار إذن لطقنا حرف التست تس إذن تسوق تسوق معناها قطار منشوف المثال الثاني زلتس زلتس إذن ملح أيضا نطقنا حرف التست تس إذن زلتس زلتس معناها ملح إذن حرف سهل وبسيط وما فيه أي حالات خاصة إذن تعلمنا في هذا الدرس تعلمنا بدرس اليوم نطق الحرف فو في الكلمة ونطق الحرف في الكلمة ونطق الحرف إكس في الكلمة ونطق الحرف إبسيلون في الكلمة بالإضافة لنطق الحرف ست في الكلمة هيك منكون خلصنا أو انتهينا من نطق الحروف ضمن الكلمات ومن نطق الحروف بشكلها المنفرد وفي الدروس القادمة رح ننتقل لأفكار جديدة ونتعرف على الحروف المركبة وطريقة نطق الحروف اللي بتجي مع بعضها ورح نتوسع فيهم ونشرحهم بالتفصيل إذن هيك بنكون وصلنا لنهاية درسنا لليوم إذا تستفيدوا من المعلومات اللي عم بعطيكم إياها عملوا لي لايك أسفل الفيديو وشاركوا هالفيديو مع أصدقائكم حتى هنين كمان يتعرفوا ويستفيدوا من هاي الدروس وكمان في حال عندكم أسئلة اكتبوا لي إياها بالتعليقات أسفل الفيديو ولا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك بالقناة ليصلكم إشعار لما برفع درس جديد وتحياتي لكم جميعا كان معكم إلهان من قناة إلهان غافنس بيك وإلى اللقاء في الدرس القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة